طب أستاذ بنا نسألك سؤال أنت أعطيتنا وفهمتنا أنه لما تكون النهاية موجودة اليميم اليسار عن طريق الجدول طب افرض النهاية طب إذا كانت النهاية غير موجود اليميم ما بساوي اليسار كيف تيجي على الجدول طيب شوفوا علي ممكن يجيكو جدول أو يجي جدول أو من خلال الجدول نفهم مفهوم النهاية عندما تكون اليميم غير يعني ما بساوي اليسار طلعوا علي هاي جدول ممتاز هاي قيمة سين وقاف السين اللي هي النقطة التعويضة والمربع اللي في النص ممكن حكالي أنه مثلا خمسة ونوقد مربعين ثلاث مربعين ثلاث من اليمين ومن اليسار خمسة من اليمين طبعا كانت ايش خمسة صفر صفر واحد خمسة صفر واحد وخمسة واحد بالعشرة ونفس الاشي أربعة تسعة 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 أربعة تسعة تسعة وأربعة تسعة أجيت أنا من اليمين بغض النظر احنا نرجع نحكي القيمة معرفة ولا غير معرفة بغض النظر بهمنيش بالنهاية ما بهمني بيجي قللي من هون اثنين اثنين صفر صفر واحد اثنين صفر واحد اثنين واحد ومن هون بيجي حكيلي ستة تسعة 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 ستة تسعة تسعة وستة تسعة تمام طيب الآن لاحظوا اقترابه من اليمين لا يساوي اقترابه من اليسار يعني أنا هون باقترب من اليمين وهون بمشي من اليسار ايجي حكيلي اوجد نهاية قاف السين عندما السين تقترب بين العدد خمسة معنى تقترب شوف لي يا معلم شو وضعه من اليمين وشو وضعه من اليسار تمام هذا الاشي احنا متفقين عليه باجي بحكي له بعمل له هي وبعمل له هي نهاية قاف السين عندما السين تقترب من الخمسة واتفقنا اليمين الشارط موجب على اليسار من فوق وبشوفه نهاية قاف السين عندما السين تقترب من الخمسة من اليسار بروح بشوفه من اليمين شو وضعه هل انه نهايته من اليمين لما بديمشيلي من اليمين طويد الخمسة من القافل السين رح يعطيني نفس النقطة عندما من يسار يعني هالتنين رح يتصلوا يوصلوا بنفس النقطة خلتشوف أنا ويحب هون أنا ماشي من اليمين اتنين بالعشرة اتنين بالمية انا جعب أجرب عمين على عدد اتنين عيده اتنين بالمية اتنين بالعشرة اتنين بالمية اتنين بالألف أنا قاعد بقترب من العدد الثاني من هون إذن يميني لما أمشي من الخمسة أجيها من اليسار قاعد بقترب من وين بالإقتران لأنه أنا نهاية بالإقتران نهاية الإقتران بده يعني بحكي لك شو نهاية الإقتران وأنا قاعد بقترب من الخمسة من اليمين بروح بشوف نهاية الإقتران تحت بقول له آه قاعد بقترب المعلم هون قاعد بقترب من الثاني ببساطة طيب بيجي بدي أشوفه من اليسار طيب وإنت بتقترب بتقترب من الخمسة من اليسار مش يعني خمسة أنا قاعد أقترب لها من اليمين ومن اليسار بده نهاية الاقتران هو ما بده نهاية سين أشوف نهاية سين هون خمسة هون خمسة يتقلي نهاية مجموعة لا هو بده نهاية نهاية السعيدة للاقتران يعني هل الاقتران هذا نهاية هذا الاقتران لما يجيني وحد من اليمين ويجيني وحد اليسار هال رح يلتقوا في الاقتران هنشوف هون لما أمشيت على خمسة من اليمين كان اثنين اقترب من المنطقة الثنين وانا ماشي من اليسار ستة وتسعة ستة وتسعة وتسعين ستة وتسعمية وتسعين دي عم بقترب من العدد سبعة صح بقترب من العدد 7 آه بطلع وأنا من اليمين قاعد بقترب من منطقة 2 هذا شكله رايحة منطقة وهاي 5 من يسار رايحة منطقة ثانية نهاية الاقتلال هذا قافستين من اليمين منطقة واليسار من منطقة ثانية مش راح يلتقوا ليش هذا 2 وهذا 7 قاعد بقترب من 2 وهذا بقترب من 7 آه إذن راح يلتقوا لا إذن في نهاية عندهم إذن نهايتهم رح في نهاية سعيدة فيش نهاية سعيدة نهاية حزينة هون إذن عندما نهاية اليمين لا تساوي اليسار فأنا باجي بحكي لهم هيك نهاية قاف السين عندما السين تقترب من الخمسة نحن نشوفنا الخمسة يمينها ويسارها نرجع للخمسة غير موجودة ليش غير موجودة يا أستاذ لأنه فيش نهاية هون هذا مبطل مش رح يقابل هال إذن هنا تنين وهون نهايته سبعة إذن بنستنتج اللي هو القسم الآخر من النظرية الأولى حكينا إذا كانت نهاية اليمين تساوي نهاية اليسار في المثالي السابق إذن نهاية موجودة وتساوي ناسي عدد هون القسم الثاني من النهاية إذا نهاية قاف السين سين تقترب من ألف من اليسمين لا تساوي نهاية قاف السين عندما سين تقترب من الألف من اليسار بحكي له أنا استنتاج هكذا إشي خرافي بيكون نهاية الإقتران عندما تقترب من ألف غير موجودة لماذا يا أستاذ؟ لأن اليمين ما تساوي نهاية التقاءهم نهاية التقاءهم ما تساويش بعض إذن في نهاية لا إذن نهاية غير موجودة مش راح تكون في نهاية إذن هذا القسم الثاني من موضوع شرح النهاية إذن عرفنا شغلة مهمة إنه العدد لازم يعني لما يحكي لي اقتران يقترب من خمسة ما حكي له يساوي خمسة حكي له يقترب من خمسة لما يحكي لي يقترب من خمسة إذن أنا بدي أشوف اقترابه من اليمين اقتراب هذا العدد من اليمين واقترابه من اليسار هل اقترانهم اللي هو قاف السين نهاية هو طالب نهاية قاف السين هل نهاية قاف السين راح يلتقي عن نفس النقطة طبعا النقطة هون بغض النظر معرفة نهايته هذا اقترابه من وين؟ من الثنين؟ هذا اقترابه من السبعة ولا يهاية لهضا نهاية بطريقة إلى الثنين سأضع اليمين ويصار معنا تقترب يمين ويصار بفحص هاليمين底 يساوي اليصار إذا اليمين يساوي اليصار إذا النهاية موجودة يمين لا يمين يساوي اليصار النهاية غير موجودة هذا اللي بدي أعرفه عن موضوع النهايات وطبعا بما يخص الجدول طبعا ممكن يجيبنا جدول ويسألنا عنه أنه وجد النهاية بسيطة بشوفه هذا بقترب tenía سبعة النهاية مش موجودة يعني هذا أبسط أموره بس موضوع الجدول كثير بسيط وشرحنا على إنما تكون النهاية موجودة والنهاية الغير موجودة الآن بدنا ننتقل للنهاية من الرسم